اشتركوا في القناة بتكون مدة الانتقال هاي من يوم عشر اتناعش ولغاية يوم ثلاث واحد طبعا الزهرة معروفة كوكب الحب والغرام الجماليات الحظ الاصغر بيدعم بشكل ممتاز جدا فعشان هيك لما بدخل على برج لابد الا يعطي ايجابيات قوية طبعا رح ينتقل كوكب الزهرة في تمام الساعة ثلاث واربع وخمسين دقيقة من صباح يوم السبت عشر اتناعش لبرج الجدي ورح يظل موجود بحركة امامية في الجدي لغاية الساعة ثنتين وتسع دقائق من صباح يوم ثلاث واحد الفين وثلاث وعشرين طبعا رح يشعروا موليد برج الجدي اللي بيشعروا بالضغط لانه الشمس لسه ما وصلت لعندهم ولكن الزهرة وعطارد تعطيهم الشوية طاقة ايجابية ورح يصير فيه تحسن بيطرى على شكلهم الخارجي ورح يشعروا بقوة العاطفي وانجذاب افراد من الجنس الاخر لالهم اكثير من موليد برج الجدي رح يبدأوا علاقات عاطفية او يعززوا علاقاتهم العاطفية وبعضهم ممكن يصير عنده ارتباط بيستفيد معهم طبعا عاطفيا وماليا وفنيا موليد الابراج اللي هي الترابية والمائية الثور والعذراء والسرطان والعقرب والحوت طبعا الابراج الاخرى بتستفيد ولكن اقل من هاي الابراج اللي ذكرناها وكل شخص تواجد لديه كوكب الزهرة ساعة ولادته في برج الجدي بصورة عامة اول اشي بالنسبة لكوكب الزهرة لما بيروح على برج الجدي هو فعليا يعني بلغة الفلك احنا بنحكي انه ما بجد متنفس ما بعطها الطاقة العالية بتكون طاقة ضعيفة وما بعطها الحضوض الكبير الى الابراج ولكن هاي المرة رح يكون سعيد بطبعه لانه طبعا اغلب الوقت لانه في ايام رح يكون منتحس بطبعه ولكن الغالبية العظمى من هاي الايام رح يكون ايجابي طبعا ليش لانه اولا ما رح يشكل اي زاوية سلبية طبعا في خلال الفترة هاي الا يعني زاوية بتكون مع القمر او زاوية غير متصلة ولكن الزاوية الرئيسية اللي رح يشكلها الاولى هي زاوية التسديس رح تكون مع نبتون والثانية رح تكون زاوية التسديس برضو ايجابية مع المشتري والزاوية الثالثة رح تكون تثليث مع اورانوس يعني هاي الزاوية مع الكواكب هاي الكبيرة يعني هاي زاوية طويلة ايام رح تاخذ فأغلب الأيام رح تعطي السعادة للزهرة من الزوايا اللي رح يشكلها يعني رح يستمد طاقته من الكواكبها طيب أي شخص بيولد وبكون عنده الزهرة موجود في برج الجدي أهد ولا دائما الأشخاص بيجدوا صعوبة في التعبير عن عواطفهم للأطراف الأخرى عشان هيك من الوهل الأولى أو من بداية تعاملك مع هدول الأشخاص يعني بتحكي عندهم برودة عاطفية أو ما بعرفوا يعبروا عن عواطفهم ولكن هم بالفعل عاطفيون ولكن هم عقلانيون أكثر طيب خلينا نروح ونشوف إيش تأثير الزهرة على جميع الأبرج برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتتركز الاستفادة في تدعيم مركزهم الاجتماعي والدفع بمصالحهم في مجال العمل وعلاقاتهم مع المسؤولون وبرضو هاي الفترة ممكن أن يحصلوا على منصب أو ترقية أو ترفيع أو أشياء تكون لصالحهم فيها شهرة مثلا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا الاستفادة كلها رح تكون في مجال العلاقات مع أشخاص خارج البلاد أو صداقات جديدة، علاقات، عمل، مجالات الدراسة الأكاديمية، دراسة جديدة، المواضيع القضائية، السفر البعيد، الهجرة، أوراق الهجرة، المعاملات، عمليات الاستيراد والتصدير طبعا هاي كلها رح تكون لصالحهم في الفترة القادمة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا البيت الثامن هاد فبيفتح لهم فرص لمكسب مالي بيجي من تركة، ميراث، تعويض، قرض، من شراكة معينة، من زوج زوجي ممكن يحصلوا على أموال كان صعب إنهم يحصلوا عليها بالفترة الماضية ولكنها بتفتح لهم مجالات أيضا حتى لتزديد أقصاط أو انتهاء قروض بالنسبة لهم أو حلول لبعض المشاكل المالية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بيعززوا شراكاتهم في العاطفة وممكن يصير عندهم خطبة أو زفاف أو ارتباط وكذلك في مجال العمل الطاقة عالية جدا وقدرة على التسوية والمصالحة وخصوصا إذا كانوا الأزواج في خصام ما بينهم فهذه الفترة ممكن تتم عملية المصالحات فالأجواء العاطفية ممتازة جدا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا المكاسب كلها رح تكون على مستوى العلاقة مع الزملاء في العمل عمل جديد فرصة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل تعزيز العلاقة في مكان العمل إنجاز أعمال جديدة تطوير عملهم ولكن بدهم ينتبههم النقطة وحدة اللي هي البدانة لأنه الزهرة لما تدخل على هذا البيت اللي هو البيت السادس البيت الصحة بتعطي شراها بالأكل فالأشخاص اللي بيعملوا دايت أو بدهم ينزلوا وزن في هاي الفترة يديروا بالهم برج العدراء بالنسبة لموليد برج العدراء طبعا بيجتازوا فترة تعتبر من الفترات الذهبية لعلهم هي فترة حض فيها حض عاطفي حض مالي حض فكري حض على مستوى الأبناء وفرحتهم بأبنائهم وأيضا بيستفيدوا النسوة لدخول في حمل أو مثلا اللي بيكون عندهم مشاكل أو ممكن أنه يصير تم خطبة لهم أو يرتقوا بعواطفهم درجة أخرى برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيستفيدوا في مجال العقارات والسكن وبإمكانهم يعززوا الروابط العائلية طبعا فترة ممتازة لبيع أو شراء أو صيانة أو تحديث أثاث مثلا أو الاهتمام بالبيت ككل وبرضو بتدل على فرحة أو مناسبة أو سعادة عائلية بسبب حدث ما ممكن مناسبات بشوف برضو وارد الموضوع برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هي فترة تعتبر فترة حضوض للطلاب اللي هم الإبتدائي والثانوي كدرجة أولى في الدراسة في الامتحانات برضو الفترة هاي متاحة للأشخاص اللي بيرغبوا في شراء سيارة أو لتعزيز العلاقة أو مصالحة ما بينهم وبين الإخوة والجيران أو يعززوا العلاقة معهم برضو هاي فترة جيدة للأسفار القصيرة اللي بتفتح له مجالات للسفر والاتصالات الكثيرة اللي رح تكون إيجابية الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال البيع والشراء بيستفيدوا بالفترة هاي حتى تجارة السيارات أو الأجهل الإلكترونية أو حتى التسويق بيكون ممتاز برج القوس بالنسبة لمهوليد برج القوس طبعا تتاح الفرصة لمكسب مالي أغلب هاي المكاسب تتيجي من عمل إضافي مستردات هبات دعم ممكن يحلوا بعض الأمور المالية ممكن يحصلوا على مكاسب ما كانوا يتوقعوها يعني فترة فيها انفرجات ممتازة جدا ولكن هي بدها حركة بالأساس عشان أن تتحصلوا هاي المكاسب برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هم أكثر الأشخاص المستفيدين عاطفيا وماليا وفانيا يعني يابعززوا علاقة يابعززوا علاقة ينصر عندهم خطبة ارتباط مكاسب مالية أرباح الاهتمام بالتجميل بالأمور اللي إلها علاقة بالفن بالترفيه بممارسة هواية كل الأجواء بتكون إيجابية بالنسبة لهم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا لأنه الزهرة هنا في بيت المتاعب ولكنها تعطيهم إيجابية أنها بتفتح لهم فرص للتعامل مع مؤسسات كبيرة تقديم طلبات أو ممكن يتوافق عليهم أو يشتغلوا بشركة كبيرة أو ينتهي موضوع إلو علاقة بالسجن إلو علاقة بمحكمة بمستشفى أشخاص بتكون مريضة بتخرج من المستشفى أو بتتشافى وبرضو هاي الفترة هيك يعني ما نحط عليهم تستفهم أنه ممكن يبدأوا علاقات غرامية خفية من وراء الكواليس برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بينشطوا اجتماعيا في هاي الفترة ممكن يتعرفوا على أصدقاء جدد ممكن يتوجه لهم كثير من الدعوات الحفلات المناسبات ومنهم أشخاص ممكن ينضموا لعضوية نادي أو جمعية الأجواء على مستوى العلاقات ممتازة على مستوى استغلال الأشخاص اللي بيعرفوهم بحل بعض المسائل اللي بتكون معقدة برضو ممتازة العلاقات الاجتماعية هي اللي فيها المكاسب الكبيرة بالنسبة لألكم هيك بنكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر